نفس العضوين ايضا التقوا النهاردة بالسيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير احمد وزيد متحدث الاسم اسم الوزارة اكد بانه السيد وزير الخارجية اكد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية مشيرا لتطلع مصر الى تعزيز كافة جوانب هذه العلاقات السنائية ومشددا على اهمية التشاور والتنسيق للتعامل مع التحديات الدولية ايضا والاقليمية الرحيلة التحدث الرسمي كمان اضاف بانه الوزير سامح شكري استعرض الموقف المصري كمان من تطورات الموقف في غزة والاتصالات اللي مصر اطلعت بها على الصعيدين السياسي والانساني مشددا على اهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الازمة الانسانية المتفاقمة في غزة واولوية وحتمية التواصل لوقف فوري وشامل لاطلاق النار على نحو يسهم الحسب وزير خارجية بشكل فعال في التعامل مع الكارثة الانسانية في القطاع وادخال المساعدات ويفتح المجال السياسي لدعم الجهود لتوصل الجهود التوصل لحل عهد الوداء من القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين السفيرة بوزيد كمان اشار ان وزير خارجية كشف خلال لقاءه مع الجانب الامريكي اعاد التأكيد على موقف مصر الرافض لاي محاولات او اجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع ده رفض واضح وايضا بنؤكد عنه ده الموقف المصر الدائم لافتا انتباع اضواء مجلس الشيوخ الى اهمية ان تتخذ الولايات المتحدة بما لها منطقة دولي وتأثير على اسرائيل من الاجراءات والمواقف ما يحول دون تحقيق هذا السيناريو موضحا ان وقف اطلاق النار ودخول المساعدات الانسانية بالكم الكافي الذي يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع هو الاجراء العملي الذي يحول دون سيناريو التهجير موقف واضح ومفصل والسيد وزير الخارجية يعني اوضحوا لعضوى مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي من ناحيتهم اكد عضوى مجلس الشيوخ ايضا على تقديرهم الجهود المصرية المبزولة للتعامل مع التدعيات السياسية والانسانية للازمة مستعرضين الجهود التي يبزلانها هما شخصيا هما الاثنين داخل الكونجرس الامريكي من اجل احتواء الازمة المتفاقمة وتدعيتها الانسانية الخطيرة وتقدم عضوى مجلس الشيوخ بالشكر للحكومة المصرية على ما تبزله في مجال انفاذ المساعدات الانسانية الى قطاع غزة وما قدمته الجهات المصرية المختلفة بالمساعدات الطبية واجهازية بسخاء كبير حسب تعبرهم خلال الفترة الماضية كما اعرب عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم الذي اتطلع به مصر لتسهيل الافراج عن الرهائن او المحتجزين الامريكيين في قطاع غزة لدى الفصائل الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر